في إطار الشهود المبذولة لتصدي لعصابات التهريب والجريمة المنظمة تم ضبط شاحنة تحتوي على مصنع متكامل لتزوير ومحاكاة العملة وقد تمت عملية الضبط من قبل وحدة من الشرطة الوطنية المتواجدة في نقطة العبور عند الكيلومتر 55 شمال مدينة نواذبو التفاصيل مع الزميل محمد علي وللسالك عملية نوعية جديدة للأجهزة الأمنية على مستوى ولاية الداخلة نواذبو تمكنت وحدة شرطة الوطنية الموجودة عند نقطة الحدود 55 شمال مدينة نواذبو من توقيف شاحنة يقودها شخص يحمل الجنسية المغربية وتحتوي هذه الشاحنة التي كانت متجهة إلى العاصمة نوكشوت على مصنع متحرك لتزوير ومحاكاة العملة قناة الموريتانية أول وسيلة إعلام تبث صور الشاحنة والمقتنيات التي تحتوي عليها والتي تضم وحدة متطورة لطباعة العملات ومواد كيميائية تستعمل في صناعة العملة وأوراق لسحب وأجهزة للاتصال ومقتنيات مكتبية أخرى الخيوط الأولى لتفاصيل هذه العملية التي تؤكد جاهزية ويقظة قوات الأمن الوطنية ونجاعة الإجراءات المتخلة عند نقاط العبور بدأت عندما حاول سائق شاحنة استبدال 12 قطعة من فئة 5000 أوقية أي مبلغ 60 ألف وأتبين رقم التحايل العالي للجودة أن هذه الفئات مصورة بعد اشتباه الشرطة في هذه الأوراق وتأكيد الخبراء الفنيين التابعين للبنك المركزي من تزويرها هذه الأوراق أنا أقول لكم بصراحة أنها أوراق لا تقنية عالية أنها أوراق تحمل جميع وسائل الأمان وأنها أوراق إن وضعت إحدى هذه الأوراق في حزمة من الأوراق الأصلية الصحيحة سوف لن يتمكن المواطن البسيط من اكتشافها بل مصرفين أنفسهم سوف لن يتمكنوا من كشف هذه الأوراق إلا بوسائل كشف طبعا الإدارة الجهوية للأمن الوطني على مستوى داخل تنواذبو تحدثت عن تفاصيل عملية محاولة إدخال وحدة متكاملة لصناعة وتزوير الأوراق النقدية تمكننا من ضبط مواطن أجنبي وحاولي استبدال مبلغ 60 ألف أقيمة في أتا 5 ألاف وهذا المبلغ تم ملاحظته من طرف أفراد من الشرطة وبعد تفتيش والتدريق مع هذا الأجنبي تبين أن هذا المبلغ المالي مزور واثناء تفتيش السيارة التي يقودها تبين أن السيارة بداخلها مصنع ربما يستخدم في تزوير العمولات وتبين أن الساحبة التي تشاحن بها نماذج من فئة 5 ألاف جاهزة للسحب وبعد التحقيق معه تبين أن المصنع كان متجه إلى مدينة نواكشفوط إلى عاصمة نواكشفوط ولي مالكي هي أجنبي آخر وهذا الأجنبي عندما علم بتوقيف السيارة تجاهل الحدود مع الجارة السنغال للفرار وتم ضبطه من طرف الجهزة الأمنية هناك والإجراءات تحويل إلى نواكشفوط لتبهم مسترى في هذا الموضوع نجاح جديد ينضاف إلى رصيد الأجهزة الأمنية الوطنية التي أثبتت حضورها وجاهزيتها لتصدي لكافة عصابات الجريمة والتهريب التي تشط على المناطق الحدودية